صامدة رغم الجفاف وغياب الاهتمام الرسمي ذلك هو الحديث عن أشجار المانجو اللحجي المزروعة في أراضي القداد على ضواحي مدينة الحوطة في دلتة تبن بمحافظة لهج أحمد الحداد فلاح يبدأ مشواره اليومي بهذه الطريقة في تقليب التربة الزراعية وإحاطة أشجاره من ثمار المانجو وهي جوانب من الاهتمام والرعاية التي يحيط بها فاكهته أملا في رفع كفاءة الإنتاج من الثمار لتحسين عائدات مبيعاته بعد أن غدت مخيبة هذا الموسم والله الموسم ما نقوله بكثرة كثيف والطلب طعيف شوية نتيجة هذا الحب حابو وشعاره في إيش غير موسمة وخلوهم مليان السوق لهذا سعر يعني ضعف على المانجو حوالي تنتقى ألف سلة تسعمية سلة يعني والله تمام ماشي الحال إرادة تاني يعني بس خاصة هذه السنة ماشي ضعيف السعر سلة من سبعة ذيك هذه السنة توصلت إلى سلة من عشرين من خمسة وعشرين هذه السنة وصلت من سبعة من ثمانية سابعني كثرة الوارد المزارع المزارع أبيان المزارع الحديدة يعني وردوا للأحي وخفطت الأسعار زيادة في عرض المتجات مقابل خفاض الأسعار تلثق هذه المشكلة بالمزارعين خسائر كبيرة في خير معاني غالبيتهم من تدني نسب مياه الري بالإضافة إلى عجز في شراء الأسميرة والمحروقات والمبيدات وهو الأمر الذي يحد من قدراتهم في مواصلة تحسين المنتجات وزيادة الكمية سنويا الصعوبات يعني الماء شحة المياه يعني والزراع يعني الناس خلوا بعضهم خلوا لأشجار هذه المانجو وراحوا لأشجار الفل خلعوا لأشجار المانجو هذه وزراعوا لأشجار الفل وزراعوا لأحبحاب وزراعوا غياب الدعم والتشجيع بات يهدد المستقبل الزراعي لفاكهة المانجو كما يزيد من أعداد المتخلين عن زراعاتها بحسب روايات بعضهم واللجوء إلى زراعة أشجار غير مثمرة بهدف الربح السريع وبكلفة أقل وصطاب خوثة من تنامي هذه الظاهرة بين مسارعية دلتا سامح عبدالوهاب قناة بلقيس لحش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر